السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد اسماعيل من الاكديمية الحديثة للتعليم الشامل النهاردة هشرح لكم موقع جديد الموقع ده بتقدمه جوجل للناس اللي ما بتاعفش ترسم او مش محترفة تحديدا في الرسم الموقع بسيط جدا جميل جدا سهل للتعامل معها اولا هنفش على الموقع اهو عادي اه دي الوجهة بتاعته عندنا القائم هنا هشرح لكم دلوقتي بسم الله اول حاجة عندنا حاجة سمسل لت وعندنا ادرو وعندنا ادرو نفسها وعندنا التاب وعندنا الفيل وعندنا الشيب وعندنا الكرار وعندنا الزوم ان وزوم اوت والاندو والديد اول حاجة لما بنيجي نحب نرسم والميزة الجديدة اللي هورها لكم في الموقع دوت ان انا مثلا وليكن عملت كده اها تفتكروا اللي احسن طبعا ان ده شكل عبيد لكن احنا لو عملنا كده اهو اتحول شكل جمالي جدا اهو بسهولة جدا اه بمنتهى السهولة اهو اللون اللي انا عايزه او الشكل اللي انا عايزه عفوا اهو هيبقى شكل اكتر احترافية وليكن هنخليه مثلا عصفورة او ايا كان النوع بتاعه وليكن هنعمل كده اهو اها مسلا اهو هيطلع لنا الشكل ده مسلا الشكل ده الشكل ده بمنتهى السهولة لما باجه احب مسلا اكبر او صغر بدوس على الشكل اهو تكبير اهو تصغير ادي التكبير ممكن نجيبه كده اهو اهو جدتالي برضه اهو يعني ده الشكل طيب عندنا حاجة اسمها درو دات لانا رمجة اعمل كده اهو الفكرة هنا درو هنا تختلف عن الاولانية ليه هنا انت بترسم رسم حر فعليا باحترافية يعني انت لو معاك تاب تقدر ترسم وتقدر تعمل كل اللي انت نفسك فعليا مش هطلع لك الشكل ده هنا تقدر تحدد سمك الخط اهو اهو حجم الخط اهو طيب ده بالنسبة للامر التاني الامر التكست ده اكيد كلنا عارفينه لو استخدمنا اي برنامج بيكتب اهو اللي يكون هنكتب اه باسم الله مسلا اهو يبقى سهل برضك برضك بمنتهى السهولة بالسلكتة عادي تكبر تصغر وجميل في الامر ان الموقع بيدعم العربي عندنا هنا الفيل اللي هو اللي اختار الالوان لان مسلا جدوس هنا اللون وليكن هنقول هنا اللون ده اهو اللي هو ملو الالوان وتقدر برضك تغير اللون الخارجي وليكن اهو تقدر تغير به بمنتهى السهولة جدا طيب الشيب دوت اللي هي الاشكال اللي هي بتاعتنا العادية يعني اللي يتعامل مع الفوتوشوب اه كوردرو او اي برنامج وعمولا نرأس برضك هيبقى عارف الشركة ده بتكلم عن ايه اهو برضك نفس النظام ده ممكن تستخدمه في حاجات تانية عندنا الزوم اين اهو 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 اذي الزوم اين ممكن ترجع بالزوم اوت عادي جدا برضك بكنترول والرولة زوم اين زوم اوت او ممكن تختار من فوق على طول اهو حلو الكلام ممكن بعدات الايدي تمسكها عادي ما فيش مشكلة. طبعا الاندودة احنا كلنا عارفينه اهو. كنا مساحنا كل حاجة. طيب اهو 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 كل اللي احنا عملناه بيرجعه تاني. كانه لسه بتعمل جديد. طبعا احنا عندنا برضا خيارة صفحة تكبيرها تصغيرة اهو. ممكن تكبر صفحة لقادي ما تقدر. هنا عندنا حاجة اسمها بعد ما بترسم الشكل بتاعك بتعمل له ده ملودة عادي. بيحفظ لك على الايه? على الدسك توب. في عندنا هنا هاو تو اه ده انت تعرف الموقع بكلم عن ايه? الاباوت اللي هو الاصدار الموقع. اه ايه تاني. هنا نرجع تاني اهو. هنا ده القيمة دي كلنا نشرطها فيها. هنا عندنا انواع الورق. اللي هو البيبر. ورد البيبر ايه فور اسري وخلافه. طبعا الناس اللي بتشتغع الطبع والحاجات دي فهم الكلام دوت. طيب ميزة الموقع ده ايه? ميزة الموقع دوت ان انت ممكن تعمل فيلم انيميشن او تعمل لوجو ليك بشكل بسيط جدا. وممكن يكون فعلا شكل احترافي لو انت متمكن من ادواتك. الموقع رائع جدا للمبتدئين. ويعتبر جيد جدا في المستوى المتوسط. وطبعا بالنسبة للمحترفين ممكن يستخدموه في حاجات تانية اللي هم عايزين يعني ايه? ما يوفر عليهم وقت ومجهود. طيب الموقع بالنسبة لنا اتديره تقييم. فعليا اتديره فعلا خمسة من خمسة ودي الاول مرة ادي موقع بالرقم دوت. ليه? علشان جوجل المرة دي فعلا تفوقت فعلا هي تعمل موقع شمولي بطريقة زكية جدا تخلي الاطفال تحب الرسم تخلي الكبار يحب الرسم. تخلي اللي ما بيحبش الرسم نفسه يقدر يحب الرسم عن طريق الموقع دوت. انا انصحكم بالموقع دوت. اه اسمه اسم الموقع اوتو درو ان شاء الله هسيبه لكم. في الوصف الفيديو بازن الله. اه كده انا اعتبر شراحة الموقع. قدركم متنسناش من اللايك والشير والكومنت وسبسكرايب واي حد عنده سؤال عنده استفسار يا ريت ما يبخلش علينا به. وبازن الله تعالى هنجاوبك عليه بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة